قال أما خصومهم فتضغى على سلوكهم وأحاديثهم روح الاستعلاء والغلبة والاستغلال والظلم والتحلل والاستهتار بأفضع وجوهها وذكرنا في الدرس السابق أنه الأئمة عليهم السلام عندما طالبوا بحقوقهم كان الهدف شنو منها هو الله تعالى والطريقة اللي سلكوهه مو طريقة استعلاء وغلبة وظلم وتجبر ولهذا الإمام علي عليه السلام من ما طلبوا من عنده من ما اللي ما قبل بايعه ما جبر على البيعة بعكس شنو الخلفاء الآخرين على تعبير الخليف لازم تبايعني بعد حرقوا بيت الزهراء عليه السلام أجبروا أميروا يعسم على البيعة نعم أي ستعش عين فهنا السيد قاعد يسوي مقارنة بين الإمام الحسين عليه السلام أهل البيعة عليه السلام من جهة ومن جهة أخرى شنو البعض الأمراء الخلفاء كل الجهة المقابلة للإمام الحسين عليه السلام إذا ما تبايعني أكتلك إذا ما تأخذ أحسنت إذا ما تأخذ بأمري ممكن تسجن ممكن تعذب إلى آخر هذا الأسلوب ما استخدم أهل البيعة عليه السلام زين قال ونتيجة لاختلاف الأهداف يا اختلاف الأهداف أهداف الحسين عليه السلام وأهداف الآخرين أهداف الحسين عليه السلام أهداف دينية وأهداف الآخرين أهداف دنيوية زين لأجل اختلاف الأسلوب لا ليش معنوية لا لا أهداف الآخرين أهداف دنيوية معدية احسن تبقى ذلك معدية اي معدية فالاهداف اذا اختلفت الطرق والوسائل لتحقيق الهدف تختلف او لا تختلف انت اذا هدفك الدين ممكن تقتل البريء لاجل الدين لا اذا هدفك الدين ممكن تبتك بالمحرمات لاجل هذا الهدف لا احسنت دين احسنت ولهذا احنا نقول الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية شون معناتها هاي اذا غايتك صحيحة نبيلة انت تقول اني مثل مثال مصطفى تقول اني علي اطعم الفقراء فش يزوي غايتي هذا هاي جيدة لو لا نبيلة لو لا غايتك حسنة اروح اسرق حتى اطعم الفقراء وسيلة تحقيق الغاية شنية السرقة انت اذا كانت غايتك صحيحة فهي ما يبررلك ان تجيب شنو وسيلة خاطئة فنقول الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية انه يطعم الفقراء عليكم السلامة الله عليكم السلامة الله الغاية يعني الهدف هدفي انه انا اطعم الفقراء هذا الهدف يبرر لي ان احققه بطريقة حرام اسرق واعطي اعطي المال للفقراء لا جيد احسنت هذا اذا كان الهدف شنو نبيل وهدف الهي اذا كان الهدف هو الدنيا بعد اللي يريد يوصل للدنيا كل شي يسوي حتى شنو حتى يوصل حتى لو يقتل حتى لو الى اخره ايه احسنت ايه ممكن يقتل ممكن يظلم ممكن اخوه لعله يسرق حق اخواتها هم كثيرة بالمجتمع للأسف اذا اذا الاب توثي الورث شنو ياخذ الذكور والخوات تظلم هذا شوف بما انه هذا هو هدف دنيوي وهو تحصيل المال ايش سوي حقق هدفه بوسيلة ظالمة للأخت نقول هذا اهل البيت عمسان ما يسوي لا لا هو ما يمنعهم نهائيا زين اذا اطوه ايا المشكلة ما يطوه اصلا قال فكانت المثالية والخلق السامي الصفة الظاهرة في وسائل اهل البيت انهم السلام عندهم شنو خلق سامي في تحقيق اهدافه ايمام حسين اعين السلام كان هدفة شنو فاخذ ويا جماعة حتى يقاتلون الولاء. نعم. شنون اخذهم بيا وسيلة. هس رح نشوف. يزيد. شان هدفه? القتال. اخذ ويا مقاتلين حتى يحقق هدف الولاء. نعم. شون طريقته كانت? انف. ارهاب. اغراء بالمال مثل ما ذكر. الى اخره من هاي الطرق القبيحة جدا. اقتلكم اسجنكم اخذ عائلتكم الى اخره. امنعكم من الاموال. اللي ما حسين عسلام سوهت شي. لا. بليل تل عاشر يقولهم هذا الليل قد غشاكم. قد غشيكم فاتخذوه جملة. كأنما الليل جمل اركبوه وانهزموا. القوم يطلبونني وحدي. اذا اخذوني اذا ظفروا بي يتركوكم. هاي اخلاق الحسين عسلام. بالطريق كذلك. قلهم. راح اتكون. هس رح نشوف شان الله راح يخلق. احسنتم. انتم في حل مبيعتي. هاي فيلة العاشر اللي علا هو ذكرها. نعم. قال. فحينما امتنع جماعة من بيعة امير الممين عليه السلام. هس تذكروا. اذ ذكروا. امير عسلام السلام امتنع جماعة من بيعته. شوف اش رح يسوي هو. امير الممين عليه السلام. ايه. ايه. وشوف الطرف المقابل عمر ابو بكر شوه. شوف. فحينما امتنع جماعة من بيعة امير الممين عليه السلام. تركهم وشأنهم. براحتكم. كانت الناس يحبون لديكم. كانت الناس يحبون لديكم. سدع تسلان اللي صيح يخيه ليوم هاي. والاهم يقول يوم. يحبون يدقهم. يحبون يدقهم. هي واحد يدقهم. صح. هي مو بها المعنى هذا. كانت مقرأة الامام يقول لهوا. يقول لهوا. يقول لهوا. يطرحوا. ما يقول له. يعني الاتفكم له هاي. اجوا قليل. وذولاك يتروا أشنق. لا. هذه هي الاسباب الناس يخافون من الظالم يحبون الدنيا يحققوها هذه الاسباب يعني مطامع دنيوية او خوف من الظالم لا هو اقول نفس الشي الاسباب تختلف الاسباب ترجع للدنيا يعني هذا يقول وان كان هو خليفة اه اه عادل الا انه ما يحقق لي اهدافي مثلا احصل لي حكومة ما يطيني احصل لي منصب ما يطيني احصل لي عمر ايه طبعا ومعاوية منه حطي معاوية منه قوى ايه هو عمر واثمار زين صفحة 16 خاف البعض ما يعرف صفحة 16 فقال حينما امتنع جماعتهم من بيعتين اميرون من عليه السلام تركهم وشأنهم زين تذكرون اللي ما معاوية الاسلام من امتنع من البيعة لاثمان شقال لي قال لي اكتلك ترى من امتنع من بيعة ابي بكر ما سوى حرقوا حرقوا البيعة جيد فشوفوا الاهداف شون الاهداف اذا كانت دنيا واذا كانت اخروية والوسائل شنية وقد قال صلوات الله عليه قد يرى الحو للقلب وجه الحيلة نهج البلاغة جانش وهي بصعوبة زين مو كله مو كله بعض كثير ما عنده سهل كثير كثير ما عنده سهل طالع ايه اذا بعدك هستوك صحيح بس جميل جميل جدا اذا وحد دارس دارس العربي اذا دارس العربي كذا شطي سهل زين خلي اسماء قد يرى الحو ترى اني ما عندي سماعة والعدد هم كبير كون ساعدوني لا تحجون حتى يسمعون الاخرين زين قد يرى الحو للقلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله شنو الحو للقلب هذا الانسان اللي الحياة احنا نقول عركته الحياة لا 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 تجارب كثيرة عنده بالحياة بحيث يعرف كل شيء يعرف له طريق يقولون الحج ولا دول يقولون بي هذا يقولون عند جهة الحياة يعني سواهو تترب اراف احسن ايه احسن فهو داخل في الحروب مثلا داخل في التجارة صاير امير من نفتروذ رئيس عشيرة الى اخره يتجارب كثيرة بحيث الحياة قلبته قلب وكل شيء يعرف هذا إذا واجهه واحد يقدر يغلبه لو لا يقدر هو هو نفسه يقدر يغلب ذاكي صح لو لا اليمام علي عيسى مشي يقول يقولوا عني أعرف ترى الحيل وهي الطرق اللي أنتصر بيها على العداء بس عندي تقوى تمنعني من هذا من استعمال هاي الوسائل شوفوا عيدة الأبارة قال قد يرى الحوة للقلب بالحوة للقلب هو هذا اللي تقلبت فيه الحياة عجنته مثل ما عبرني هذا اللي هو من هو هو أمير المعيسى النفسه لأن من ظهره وهي الإمام والنبي صلى الله عليه وآله بحروبه بغزواته إلى آخره فهو يعرف جدا عنده حكمة ويعرف طرق التخلص من المآزق وكذا يعرف شنون يجذب الناس إلى بس يجذبهم بأي وسيلة لا فيقول يعرف وجه الحيلة يعرف شنون يدخل فتح حيلة يجذب الناس إلى مثلا لكن شنو يقول ودونها حاجز من تقوى الله فيدعوها رأي العين يقول هو يشوف الحيلة يعرف أنه يجيب الناس إلى مثلا بس يتركها هو يعني يشوفه ويتركه ليش لأني خاف من الله تعالى هش خل أمثل في المثال بسيط أنت مثلا مثلا يعرف بس يستخدم طبعا أنت الآن تقول أنا أشتغل ويا نفترض أسواق صاحب أسواق مكتبة أشتغل ويا صاحب مكتبة خلن نفترض تقول أنا أعرف اشلون أسرق من من أبو المكتبة طبعا يعني أعرف شون أخلي يطيني فلوس زايدة وهو ما يدري بس تسويها لا فتقول أنا الحيلة اقبالي أعرفها بس ما أسوي لها أنا أخاف من الله تعالى هذا أمير من عسام هيج يقول الحيلة أنا أشوفها أعرفها أعرف تحايل الناس أعرف أطلعهم من معاوية وأجيبهم لي شلون يعني أطيهم فلوس لو هو أمير من عسام أنت اللي جيش مقاوية فلوس يظلموا مقاوية لا مقاوية طاهم فلوس بقوية وتركوا أمير من يعسام بعضهم واضح فيقول أنا أعرف الحيلة بس ما أسويها لأن هاي وسيلة شنو خاطئة وإن كان الهدف صحيح ما هو إذا كان الإنسان ليس هو بالمتعوي؟ الفلوس ليس فلوسة فلوس المسلمين وحتى لا كانت الفلوسة ليس من شيم الإنسان المؤمن أن يخدع الناس بالأموال ليس من أخلاق المؤمن يعني من أخلاق المؤمن يقولهم ماذا أنتم متعيدون تتسروا ويايا ايه ايه فلوسه مو مات أولاً وثانياً مو طريقة الإنسان المؤمن أنه يجذب الناس بطرق احتيالية هاي مو من أخلاق الإنسان المؤمن واضح ولهذا تشوفوا السيدة الثانية الله يحفظها من أفتب الجهاد الطفلوس الناس طلعت شنو من واحدة مقهورة من واحدة حسنتم فهي هاي طريقة طريقة الأشخاص المتدينين قال وينتهزها ينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين هذا اللي إنسان ما يتحرج من مخالفة الدين ينتهز الفرصة وين كانت شنو وين كانت حرام ويشير عليه بعض خواصه أن يتألف الوجوه والرؤساء بالأموال شي يقولون لذولا بعض الخواص المقربين من الإمام عليه السلام يقولون لأنت عندك وجوه عشاير رؤوس عشايرة مثلا فالناس قالهم وجاهة بالمجتمع واضح سمعة عالية بالمجتمع رئيس عشيرة كذا يقول لهذا تطيه فلوس ويجوه وياك وجماعتهم يجون وياك أنت رئيس العشيرة إلا سيطرت عليه العشيرة كلها تجي وياك فيقولون للأميام والمجتمع فيقولون للأميام عليه السلام أنت اطههم الذول فلوس خلي يجون وياك عمودي قوة جيشك شي يقول الإمام يقول أتأمرونني أن أطلب النصر بالجاور أطلب النصر بطريقة جائرة واضح؟ يعني شون ظلم كأنما أظلم يقول هذا ما سوي في من وليت عليه كأنما ظاهر أنه الجورة أنه شون أنه أنا أطيه هذا فلوس وهو حق حق الآخرين أنا أجيبه من حقوق الآخرين وطيل هذا أنا أجيب الفلوس إذا واحد طائزة هم لحي يروح بعد قاله وحينما سؤله هس كل هذا قعد يجيب السيد قعد يجيب أنثلة لوسيلة أهل البيت على هم السلام في شنو في تحقيق أهدافهم ما يجيبون وسيلة ظالمة ما يجيبون وسيلة محرمة قاله وحينما سؤله مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام في الكوفة عن سبب امتناعه عن اغتيال عبيد الله بن زياد قاله سأله قاله لماذا ما اغتاليت عبيد الله بن زياد بباركم القصة الشيء الشيء كان مسلم بن عقيل في بيت هاني بن عروة واجه عبيد الله بن زياد وين في بيت هاني يزور هاني فهو بس يطلع مسلم بن عقيل يكتله مسلم ما طلع انت تصور حاله شوف شوف انت تخيل انت عدوك هنا عدوك هنا وانت بالغرفة وانت شجاع وقوي بس تطلع بس تطلع تسلي السيف تكتله بس انت ما طلعت قال هذا هذا مو خلق انا اكتب احسنتم اوه بعبارة ثاني باشي يقول قال في حديث عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الايمان قيد الفتك فلا يفتكوا مؤمن طبعا هاي لعله بعض يقولون الايمان قيد الفتك والايمان قيد الفتك هسا شو ما معنى الايمان قيد الفتك يعني الايمان الايمان كأنما مقيد بالفتك يعني اذا فتكت بشخص فتكت بي مثلا هو كان غافل وانت غافلته وكتلته هذا يسمى فتك هذا إذا سويته إنت إيمانك زال ما تكون مؤمن إذا فتكت بواحد شوف هو كان يقدر يقتل أبيض الله بن زياد وهو ظالم ظالم وخارج على إمام زمانه قطعا بس يقول أنا ما أحقق هدفي بوسيلة شنو خبيثة بالنسبة عبر لطيف واضح؟ هذا ظلعار على مسلم نعقيل طول الدهر أنه مسلم ابن عمل حسين عليه السلام فتك بعدوه بالحيلة كتله إلى الآن نفتخر بمسلم نعقيل نقول ما تستخدم الحيلة شوف هاي أخلاق معيهم السلام هاي أخلاق من يطلبون الآخرة وصل الله على محمد والإيطانية الطاهرين الحيلة مدامة لغدر ما تتكون غدر ما تتكون سرقة ما تتكون